مصر دلوقتي ماشاء الله عندنا بنية رياضية تحتية على أعلى مستوى نتحدث من هنا لغاية بكرة عندك العاصمة الإدارية الجديدة هذا المشروع الدخم العملاق بقرية الأولمبية عندك أستاذ القاهرة عندك أستاذ الجيش في أسكندرية بورج العرب عندك أستاذ قناة سويس الجديد القرية الأولمبية هناك عندك أستاذ السويس الجديد هو كمان عندك الإسماعيلية عندك أسكندرية عندك أستاذات في كل مكان إيه المانع بدل ما الدورة تبقى ما بين قسين فركش وما نستفدش بفترة التوقف وده إحنا من يوم ما جاء الاتحاد المصري الأجندة الدولية لازم بيبقى فيها مباريات وديها المنتخب مصر خلاص الفترة اللي فاتت نهناها وتصنفنا عشان كده بقى من الخمسة الكبار في القرية الإفريقية زي ما كلنا عارفين فبالتالي على طول الحمد لله اتفقت الشركة الرعية للاتحاد والشركة المتحدة للخدمات الرياضية مع الاتحاد المصري عامل يزوم النهاردة مع الاتحادات الثلاثة الأخرى سواء كان الاتحاد التونسي لكرة القدم الاتحاد الكرواتي لكرة القدم ونيوزلندي واتفق الجميع على أن الدورة زي ما هي حتقام في مصر في نفس الفترة الإقامة حتبقى في العاصمة الإدارية وده ترويك للعاصمة الإدارية لما تيجي منتخبات زي كرواتيا وزي نيوزلندي وتونس وشوفوا هذا الإنجاز وهذا المشروع العملاق على أرض مصر وشوفوا البنية الرياضية الموجودة وشوفوا إزاي مصر انتقلت خلال الفترة المادية بأفضل دعاية لمصر في ظل الظروف الدولية الرهنة هتتلعب على السادة القاهرة وأنا النهاردة يعني بضم صوتي لصوت الإعلامي الكبير وستاذ أحمد موسى لما طالب أن على الأقل مباراة تلعب في العاصمة الإدارية وأنا متأكد أن وزير الشباب الرياضة دكتور أشرف صبحي هذه الشخصية المحترمة اللي بتحظى باحترام الجميع مع الشركة المتحدة مع الاتحاد المصر وكرة القدم ممكن يوصلوا إلى اتفاق في هذا وتقام مباراة من ضمن الدورة على السادة العاصمة الإدارية الجديدة عشان يبقى برضو دعاية الإقامة في الفنادق هناك والناس هتشوف حجم الطفرة الكبيرة جدا الإنشائية في مصر في الوقت الحاضر فده الأمر ببساطة جدا الناس بقى تطلع تقول لك الاتحاد المصري شركة وهمية وانضحك عليه يا سيد ما انت عندك الاتحاد التونس وعندك الاتحاد الكروات وعندك الاتحاد النوزلندي والاتحاد المصري هو والاتحاد التونسي الاتنين اللي خادوا مقدم تعاقد فقط وفيه كمان شرود جزائحة تيجى على الشركة فده اللي أنا عاوز أنقله لحضراتكم الأمر ببساطة أرجوكو خلونا يعني النهاردة بدأ معسكر منتخبنا القومي وأول تجمع للمنتخب كان في السادة القاهرة وكان فيه قبليه جلسة ودية جمعت أستاذ جمال علام رئيس الاتحاد المصري الكرة القدم مع الكابتن حسام حسن مع الجهاز الفني وقعدوا مع اللاعبين أستاذ جمال قال لهم لازم نحن نبذل أقصى وده الصور قدام حضراتكم لازم يعني نبذل أقصى جهد خلال الفترة القدمة أدي محمد مراد طبعا أستاذ جمال علام كابتن حسام حسن أدي وليد بدري المدير الإداري ده كابتن سليمان مداري بالعام وده الجلسة جلسة ودية مع اللاعبين الكل تعهد فيها على بدء صفحة جديدة بدء صفحة جديدة احنا عاوزين نعيد نغمة الانتصارات والفوس بالبطولات بالنسبة للمنتخب المصري وعندنا كمان جهاز فني وطني الناس كلها كانت بتطالب به وأنا أول الناس اللي كنت بتطالب به إن الكابتن حسام يعني هو والكابتن إبراهيم والكابتن طارو والمجموعة كلها جهاز فني على أعلى مستوى كان لازم ياخد فرصته وبالتالي بدل ما نقعد بقى نحكي والشركة الرائعة